ثمن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية نتائج المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي أقيم بالمنامة برعاية كريمة من لدن عاهل البلاد المفدة المجلس أعرب في جلسته الاعتيادي التي عقدت برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة أعرب عن ترحيبه واعتزازه بالإجماع العربي على استضافة مملكة البحرين لمقر المحكمة بما يعزز دورها الريادية في مختلف الميادين وفي سياق منفصل هنأ المجلس القيادة الرشيدة وشعب البحرين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وبقرب حلول شهر رمضان المبارك دعيا أصحاب الفضيلة العلماء والآئمة والخطباء إلى الإسهام في بث روح الوحدة والأخوة والتآلف واختتم المجلس اجتماعه بدراسة عدد من الطلبات المتعلقة ببناء الجوامع تقدمت بها بعض الجهات الرسمية وبعض المحسنين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة اشتركوا في القناة